حبدأ كلامي مع حضراتكم النهاردة وفوز النادي الأهلي على يانج أفريكنز وتصدر المجموعة الرابعة في دوري الأبطال في إفريقيا الأهلي الحياة من ساعد مكسبنا والحمد لله ربنا كرمنا ويمكن من قبلها وأنا بقول لحضراتكم ولما بنيجي نتكلم أنا وكان ساعدها كريم على ما أتذكر كريم سعيد وأحمد سابت التفاؤل والتشاؤم ولو الأهلي كسب كان قبل المباراة ولو الأهلي كسب حنبقى في المركز الأول أنا من الناس التي لا تؤمن بهذه الأمور يعني إيه أنا أؤمن بعادات معينة أعملها في المباراة ولكن أنا لا أؤمن بالتفاؤل والتشاؤم لأنه في النهاية كرة القدم لا تعترف إلا بالمجهود داخل المستطيل الأخدر خلي بالحضراتكم النهاردة اللي تفرج على ماتش منشستر سيتي ومنشستر يونايتد هذه المباراة ونتقع بتتفرج عليها الشوت الأولاني تقول منشستر سيتي منشستر يونايت الكاسبان منشستر سيتي واحد سفر ولكن الشوت الأول كله منشستر سيتي مش عارفة تجيب جون راحوا للجون عشرين مرة عشرين مرة ولكن ما عارفوش تجيبوا جون الشوت الثاني تلاتة واحد منشستر سيتي كسب تلاتة واحد عشان كده أنا بقول لحضراتكم أنه مثل هذه المباراة وموضوع التفاؤل والتشاؤم والكلام ده كله ما يهمنيش أنا من وجهة نظر أنا يعني ما يهمنيش في أي حاجة خالص كل اللي يهمني أني أنا كرجل بحب النادي الأهلي أو أنا بلعب في النادي الأهلي أن أنا عايز أكسب المطش اللي جاي كان ساعتها قبل المباراة فعايز أكسب المطش بتاعي أنجي أفريكنز عشان أصعد أول عن هذه المجموعة ودل حصل الأهلي قدر أنه هو يحقق فوز مهم قبل مباراة القمة في نهاية كاس مصر يقول لأس للشكل والمتاع بصوا حضراتكم دايما ولازم نبقى متفقين جمهور نادي الأهلي وعارف دايما اللاعبين قبل مباراة الأهلي والزمالك أو قبل المباراة النهائية أو قبل مباراة القمة الكبيرة بتجد أن اللاعبين ما بيفكروش غير في المباراة اللي جاية يعني إيه وأنا بلعب بيانج أفريكنز آه عايز أكسب والطموحي كله أن أنا أكسب وكل كلامنا قبل المباراة الكبيرة بيبقى أنه ما فيش تفكير غير في المباراة دي وساعتها كانت مباراة يانج ولكن صدقوني مباراة اللي بعد كده اللي هي مباراة الزمالك كانت دايما بتبقى وغدة حتى من حيز من تفكيري لما كنت بلعب مباراة قبل مباراة الزمالك وخصوصا لما ديبقى نهاي كاس مصري مثلا بتبقى وغدة جزء أو حيز من تفكيري بصراحة يعني فكنت بابقى عايزة أخلص المطش بتاع اللي قابله عشان أخش في اللي بعد كده أخش في الكبير أخش في الزمالك ما يجيليش إصابة ده كان تفكيري وأنا لعب مش أنا الوحدي كثير من اللاعبين بيفكروا بهذا الشكل بنحاول نركز في المباراة اللي احنا فيها ونحاول نعمل اللي احنا عايزينه ونركز في المباراة ولكن حتى ولو جزء بسيط دماغك بتروح لمباراة النهائيات فأنت عندك يوم الجمعة مطش مهم جدا ومطش صعب جدا 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 ومطش من المطشاط الممكن جدا أن هي تساعد النادي الأهلي على أن هو يكسب الدوري من بدري ويكسب أفريقيا من بدري ويكسب كل المباراة القادمة من بدري لأنه نادي الأهلي بيعمل أرقام مميزة كبيرة جدا في البطولة الأفريقية خليه رجع تاني للبطولة الأفريقية عن أن الأهلي عامل أرقام مميزة الفريق وصل لدور ربع النهائي للمرة التسعى على التوالي مثلا في البطولة الأفريقية الأهلي تصدر المجموعة وكده في دور ربع النهائي حيقابل أحد الفرق من مازينبي وصيف المجموعة الأولى سيمبا وصيف المجموعة الثانية أو الترجي وصيف المجموعة الثالث المعاد المقترح للأرعى حتى الآن هو يوم 12 أو 13 مارس اللي جاي هو لسه ليس معادا رسميا طيب موعد مباريات ربع النهائي هيقام تقريبا يعني مباريات الذهاب أو مش تقريبا ده أكيد مباريات الذهاب هتقام يوم 29 أو 30 مارس الجاري والإياب 5 أو 6 أبريل المقبل مواجهات صعبة خاصة المباريات خلي بالك برضو هتتلاقي في رمضان مش بعيدا عن رمضان ما تشدي هتلاقي في رمضان الأهلي إن شاء الله قادر على أن يتخطى هذه المرحلة ويواصل المشوار لنهائي هذه البطولة وبعد كده نشوف الدنيا هتبقى ماشية زي ولكن أرقام جيدة جدا عملها النادي الأهلي في البطولة الإفريقية